المدرسة العليا المتعددة التقنيات بنواكشوت انشئت سنة 2011 بمقرر مشترك بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاعلام والاتصال وهي بذلك تشكل تجربة وطنية رائدة وثمرة تعاون نجاد بين القطاعات المدنية والعسكرية في توفير الكادر البشري وسد النقص الحاصلي في التخصصات الهندسية القائد العام للمدرسة اوضح ان الخطة المعتمدة بدأت تعطي ثمارها من خلال الاعتماد على معايير الجودة في مجال التكوين تمشيا مع متطلبات سوق العمل ومشيئت المدرسة العليا متعددة التقنيات اذن اوش 2011 وهي تخضع ليصاية زنائية لوزارتي الدفاع الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي من ابرز ما يميز المدرسة انها تمكن من تكوي مهندسين وفق احتياجات البلد وحسب سلمي لأولويات مهندسين يستجبون المطالبات سوق العمل ويجمعون بين التقنية العالية وصرامة العسكريين اصبحت المدرسة اليوم قطبة متميزة في المنطقة وهي تستند في ذلك على الاداء الجيد على مستوى المناهج التربوية والتسيير تعتمد المدرسة المعايير الدولية وتواكب التطورات المتسارعة في مجالات التكوين العلمي والتقني والحكامة وقد ثبت الخريجون تفوقا كبيرا على مستوى الدولي وتمكنوا من دخول مدارس لم يكن متاحا ولوجها من قبل وفي إطار تحديث وعصرنة التعليم العالي طبقت المدرسة خلال سنواتها المنصرمة مستوى عالي من الشراكة في مجال الهندسة والتكوين مع نظيراتها من المدارس الفرنسية والتونسية والمغربية مما مكنها من تبوء مكانتها في محيطها الإقليمي والدولي وتصدرها المراتب الأولى في المسابقات الدولية للمهندسين للمدرسة اتفاقيات شراكة مع مدارس مهندسين فرنسية وأوروبية ومغاربية وهي تخطو في شكل سريع إلى تطوير هذه الشراكة أكثر هناك شراكة أخرى بالقة الأهمية تجسد مستوى التعاون الوثيق مع كبريات الشركات الوطنية من أجل إيطاحة الفرصة للطلبة في مجال التكوين ترتبط المدرسة باتفاقيات شراكة مع كبريات المؤسسات المحلية المهتمة بميادين التقنيات والتكنولوجيا الهندسية وهذا ما من شأنه ضمان فرص تدريبية ميدانية مهمة لخريجها ويمدهم بالمهارات الضرورية بدأت المدرسة مشروعا محدودا وتوسعت بدرجة كبيرة إلى أخسام مختلفة ومعهد عليا تابعة يخدم كل واحد منها تخصصا معينة يعد المعهد التحضيري للمدارس العليا للمهندسين أحد أذرع المدرسة العليا المتعددة التقنيات في ظل تطبيقها نظاما أكاديميا لمدة سنتين فيما يسمى السنوات التحضيرية بطاقم أكاديمي من أساتذة مبارزين يشرف على تأهيل وتأطير طلبة المعهد في صفوف سلك المهندسين ويتم الولوج إلى المعهد بتوجيه من مزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمتفوقين من الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا في شعبة الرياضيات وبمسابقة بالنسبة لدخول أخسام أسلاك المهندسين بالمدرسة العليا المتعددة التقنيات هي مؤسسة مهمتها الأساسية تتمثل في إعداد التلاميذ عبر تكوين علمي وتقني عالي يستمر على مدى سنتين لإعدادهم في دخول مدارس المهندسين سواء على المستوى الوطني المدرسة العليا المتعددة التقنيات والأكاديمية أو المستوى الدولي المدرسة العليا للمهندسين بفرنسا والمدارس التونسية والمغربية يخضع التعليم الأكاديمي في المدرسة لقواعد وأسس محكمة تراعي مواكبة تطور التعليم ضمن المقاربة نفسها التي اعتمدت أيضا لتصميم المعهدين العاليين التابعين للمدرسة العليا المتعددة التقنيات في كل من الزوارات المعهد العالي لمهن المعادن والمعهد العالي لمهن البناء والإشغال العمومية والعمران بألاك ويختصان بتكوين التقنيين السامين الحاصدين على لصانس التطبيقية وتعمل المدرسة على فتح عدة تخصصات جديدة في مجالات هندسة الطاقة وهندسة الإحصاء من عجل العمل على تطوير المنظومة الأكاديمية للتعليم العالي في بلادنا المدرسة العليا متعددة التقنيات تتكون من عدة أجزاء سلك تحضيري مدد سنتين وسلك هندسي مدد ثلاث سنوات هذا السلك الهندسي يشمل الآن خمس أقسام مفتوحة قسم هندسة الحاسب والاتصالات قسم هندسة المعادن والبترول والغاز قسم الهندسة الكهربائية قسم الهندسة المدنية وقسم الهندسة الميكانيكية خمس أقسام يفتح إن شاء الله تعالى في سبتمبر 2020 القادم قسم خامس مخصص لهندسة الإحصاء والتحليل الاقتصادي وهو في الحقيقة قسم في غاية الأهمية تحتاج البلد لخرجه من أجل تطوير معالجة البيانات واستخراجات سياسات اقتصادية ناجعة هذا بالنسبة للسلك الهندسي هذا السلك الهندسي حصل منذ 2018 على الاعتماد الوطني من وزارة التعليم العالي والآن الطموح هو الحصول على الاعتماد الدولي ونجحت المدرسة في الحقيقة نجاح متميز في السنة الماضية في الحصول على أولى مرحلتي الاعتماد الفرنسي إلى جانب هذا تعتمد المدرسة نظاما تقنيا عالي التكوين يتمثل في دراسة أعلى التخصصات الهندسية كهندسة المعلوماتية والهندسة الكهربائية وهندسة الميكانيكا ضمن تخصصات أخرى يحصل خريج هذه التخصصات على درجة مهندس دولاء في التخصص المدرسة الآن في فصل المهندسين عندنا 139 طالب مقسمين على النحو التالي 57 سنة الأولى 52 سنة الثانية و30 سنة الثالثة منظومة المنهجية التي نعتمد عليها تشجع تكوين المتبادل مع شركاءنا في التعليم وبالتالي جميع الطلاب الموجودين الآن في السنة الثالثة هم في الخارج وجودين في المغرب وفي فرنسا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية تشهد هذه التجربة تطورا نوعيا ومتميزا ينضاف إلى تطورات المتلاحقة التي عرفتها على مستوى البنية التحتية مع ضمن إطار مادي وبشري يضمن نجاح المشروع في ظل جودة التكوين الذي يتلقاه الطلب من خلال دروس نظرية وأخرى تطبيقية داخل مختبرات علمية وبرشات هندسية مجهزة بأحدث التجهيزات في مجال البحث العلمي والتقني من مختبرات هندسة المعادن والبترول والغاز والهندسة الكهربائية والهندسة المدنية وهندسة المعلومات والاتصال والهندسة الصناعية موسيقى موسيقى مختبر هذا المختبر من هم المختبرات في المدرسة العليا ومتعدد التقنيات لتكوين مهندسين ويوجد في هذا المختبر عدة مختبرات مختبر التصميم الميكانيكي يهتم تصميم القطع الميكانيكية ودراسة خصائص هذه القطع مختبر مقاومة المواد وفيها عدة مختبر مقاومة المواد عدة تجارب تجربة اللي وتجربة الطيب وتجربة اللدانة وعدة تجارب يقوم بها طالب المهندس في هذا المختبر هي مجموعة معدات صالحة لتعليم الطالب كيف يتعمل الثلاجات والمكيفات وكل ما هي التجهيزات الحرارية المتكونة من نفس أنماط العمل بهذا الأصل نحاول أن نفهمه كيف يستطيع وكيف يدرس وكيف يقوم بسيانة المعدات الحرارية مختبر الهندس الكهربائي يتكون ويتجز إلى أربعة مختبرات أساسية مختبر الإلكترو تقنيات والإلكترونيات الطاقة مختبر التحكم الآلي مختبر الإلكترو تقنيات ومختبر الدوائر المطبع مختبر الإلكترو تقنيات والإلكترونيات الطاقة يعد هذا المختبر وراء مزودات ومحاولات الطاقة ومشغيلات محركات في هذا المختبر يتم توضيح أساسيات الإلكترونيات الطاقة عمليا طبعا بعد تلقي الطلاب دروس نظرية في قاعات الدروس هذا المختبر نقوم بالأعمال التطبيقية المطبقة للمقرر النظري في مجال الاتصالات حيث نقوم بالأعمال التطبيقية في مجال الهوائيات الاتصالات السلكية واللاسلكية قطوط الاتصال لألياب البصرية والشبكات المعلوماتية والتعديل التناظري ورغم اشتركوا في القناة مختبر الإلكترونيات ومختبر مجهز تجهيز كامل يمكن الطلاب من القيام جميع عمالهم التطبيقية المقررة في برنامجهم الدراسي المختبر نقوم به سنويا بعدد كبير من التجارب عدد لعب أسابيه لذلك نستخدم نظام متطور النظام متطور جدا هو نظام سيستم هذا النظام سيستم يمكن الطلاب من المحاكاة جميع التجارب التي يقومون به تشرف على تأطير هؤلاء المهندسين كفاءة مدنية عسكرية وطنية ومن دول شقيقة إسهاما من القوات المسلحة في المساهمة في الرفع من مستوى التعليم الأكاديمي وإشاعة الاندباط وتكوين جيد قادر على الاطلاع بمسؤولياته إدارة المختبرات والمكتبات والاتصال إدارة مكلفة بدعم شؤون الأكاديمي لهذا توفر لها المختبرات وتوفر لها المكتبات هي مسؤولة عن إنجاز المختبرات وصيانتها وتحضير العملات التطبيقية وتنفيذها تحوي 24 مختبرة 24 مختبرة مختلفة هذه المختبرات تتوزع على الأقسام التعليم في المدرسة العلياة المتعدة التقنيات من هذه المختبرات مختبر فيزياء مختبر كيمياء مختبر تصميم الرسم والتصميم الصناعي مختبر تصنيع المكانيكي مختبر مكانيكا السوائل مختبر تحولات حرارية مختبر تحكم الآلي مختبر الإلكترونيات وفهم المختبر الدواء المطبوع مختبر الفيزياء والكيمياء ومختبر المعلوماتية بالإضافة لمختبر الاتصالات ومختبر للشبكات ولتطوير مجال التكوين وتمكن الطلب المهندسين من التعمق في مجالاتهم وتوسيع نطاق مجال خبراتهم سعت المدرسة العليا المتعددة التقنيات إلى عقد شراكة مع كبريات المؤسسات الجامعية والصناعية في البلد لتوجيه هؤلاء الطلب إلى هذه المؤسسات من أجل تطبيق مجال اختصاصهم المدرسة عندها توجه واضح هو عن يعود ذنب مواكبة للتدريس النظري مع العمل التطبيقي الميداني وهذا يترتب عليه عن المؤسسة يعودوا عندها علاقات ديناميكية متنوعة مع جميع المؤسسات الوطنية التي تخرج لهذه المؤسسات وهم وهموا للهي يكتتبوا المهندسين والصبح إن شاء الله من يتخرجوا في هذا الإطار عندنا ذرة مراحل يوخذ عليها الطالب في سلك المهندسين من التدريب التدريب سنة أولى وتدريب اللي هو نقولوله استاج أوفريي وتدريب السنة الذانية اللي هو نقولوله استاج أسيستان إنجينير والتدريب النهائي اللي ييمثل تدريب التخرج شكرا على المشاهدة شكرا موازاة مع هذا تطبق المدرسة نظاما تعليميا صارما يجمع بين جودة التعليم والاندباط العسكري الذي يشمل تعليم التحية العسكرية ومختلف الوضعيات وحركات المشات المختلفة بالإضافة إلى المسير الاستعراضي في دكوين عسكري مفصل يلقن الجدية وروح الانتماء والولاء للوطن ويرسخ وروح النظام والإخلاص في العمل انطلاقا من عقلية المهندس ونظام العسكري إدارة التعليم العسكري والتعطير هي جزء رئيسي من هيكلة المدرسة العليا متعدد التغنيات وهي مكلفة بأولا تعطير الطلبة وذلك بالإشراف على كل النشاطات اليومية المتعلقة بحضورهم واحترامهم للتوقيتات وكذلك النظافة الفردية والهيئة وهنا يصهر المواطرون العسكريون على جعل الطلاب المهندسين في ظروف وجاهزية تامة ثانيا تقوم بتدريس الطلاب مواد عسكرية مثل القانون وحركات المشات والأسلحة وتعليم الرمي والمراسلات العسكرية عندنا نشاطات خرق نقوم بها خاصة بالتلاميذ منها الصهر على طلوعهم والرياضة والحركات العسكرية الشكريات العسكرية كاملة يقوم بها مع الصباح يقبل الوقت المناسب لكنهم يحضروا لرفع العلم تجمع مع الصباح ويحضروا لرفع العلم عقباك يدخلوا شوال القاعات يعتبر مركز معالجة المعلومات والإحصاء إدارة تعمل على شبكة الحاسوب الخاصة بالمدرسة وما يتعلق بها من خوادم وغيرها من الأجهزة التي تدعم الشبكة وإجراء ما يلزم من الصيانة الدورية والإعدادات الخاصة لهذه الأجهزة إن لزم الأمر كما تشرف على نظام حماية الشبكة وإجراء كل ما يلزم لضمان سير عملها بكفاءة هي إدارة تابعة مباشرة لقائد المدرسة ومهامها على الشكل التالي واحد الإشراف الفني والإداري على جميع الجوانب المتعلقة بشبكة الحاسوب كذلك الإشراف على نظام حماية للشبكة لضمان سير عملها بكفاءة عالية وسرعة على مدار الساعة وفي أوقات خارج الدوان الرسمي إن لزم الأمر كذلك تسهيل التبادل الرقمي للمواد التعليمية على منصات رقمية وتسيير إدارة الشؤون الأكاديمية وذلك بوضع قاعدة بيانات تحتوي على المعلومات المدرسية والتربوية الخاصة بالطلاب والطاقة يعد دور المرأة فاعلا أساسيا يتميزه بقوة الحضور في هذه التجربة الفريدة من نوعها التي حافظت على قيم المرأة في منظومتنا الأخلاقية والدينية والمجتمعية حيث تجاوزنا حواجز الصورة النمطية للمجتمع وجسدنا قيمتها في الحياة بوصفها نصف المجتمع وكرسنا هذا المعنى بممارسة تخصصات وأعمال كانت في الوقت القريب حكرا على الرجل هنا في المدرسة العليا المتعددة التقنيات أعطت المرأة وعهدا بالمشاركة الفعالة في بناء الوطن كما أنه توجد لدينا تكوين عسكري فمثلا نمارس الرياضة كل صباح مما يساعدنا على بناء فكر سليم وصحيح ومن أجل بيئة صحية سليمة وظروف ملائمة تجعل الطالب في وضعية مريحة تمكنه من التحصيل العلمي والتفوق الدراسي ساعة المدرسة إلى بناء واستحداث قاعات وصالات لمزاولة الأنشطة الرياضية والألعاب المختلفة نحن هنا في قاعات للعاب وليتها هو اللي لأسال دي تندو فيها توقع حد فهم من حد خاف الرحة يودع كتابان بالغراج وضغطي لغراجي هنا وليتها هو اللي في ping pong في بابي فوت في جو دي شك وليتها هو اللي بار رسطوران حد يشري قيد حد تكماندي في صندوش والله شريبي لسمو قد شوى مرضو القليشي يمكننا من ناحية أنا اللي نشكر الدور القائمي بالضباط يعني دور جبار محافظين على توليز اكتيفيته مرسبكتين النظم والقوانين بقراية نمتين شوي ويقار عندنا مولي سوايا نتعلق بالنظام العسكري فيه التعليم العسكري كثير رياضة مع الصباح والوعي مع الصباح تين شوي حد مصب يعتبر مركز الخدمات الجامعية أحد فروع أجهزة المدرسة يسهر على توفير إطار معيشي مناسب ومتكامل يتمثل في تقديم الوجبات اليومية للطلاب داخل المركز الجامعي بطاقم يواكب عملية الطبخ وتوزيع الوجبات على كافة الطلاب وطواقم المدرسة ومشيء مركز الخدمات الجامعية سنة 2016 وقد أكلت إليه بعض المهام ومن أهمها تطبيق سياسة المدرسة في مجال الخدمات الجامعية توفير الخدمات للطلب فيما يخص الإطعام والإسكان الأشيطة المختلفة الترفيهية الثقافية الحفلات الندوات المنتقيات وحفلات التخرج كما أنه يقوم باقتراحات من خطط التنمية ويشمل الهياكل التالية المركز الجامعي المركزي بناركشوق المركز الجامعي بإزبالات المركز الجامعي بإلاق والمراكز الأخرى المحتملة في المستقبل لما تتوفر المدرسة على مكتبة علمية تحتضن كافة الكتب والمراجع التي يحتاجها الطلاب في مجالات دراساتهم البحثية والتطبيقية المهام هذه الإدارة أيضاً الإنجاز والقيام على المكتبة الوراقية والمكتبة الرقمية هذه المكتبة تتوفى للطلاب والأساتذة المراجع الضرورية لمراجعاتهم وبحوثهم وتحضراتهم وهي موزعة فيها مختلف تخصصات الموجودة شكلت المدرسة العليا المتعددة التقنيات عاملاً أساسياً للدفع بالتعليم نحو التميز اعتماداً على الكادر البشري بوصفه أهم ثروة يتم الاعتماد عليها من أجل خلق إطار كفئ قادر على مسايرة التحديات المعاصرة وبذلك تساهم هذه المدرسة بجيل من المهندسين في كافة التخصصات التقنية سيساهم في صياغة النهضة الشاملة ويحرك عجلة التنمية موسيقى موسيقى